1-2-1 السلام عليكم مساء الخير مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم سيليما الذي نتناول فيه السينيما فنها نجومها عجائبها وقصصها وأعمالها وإنتاجاتها وجوائزها دائما وأبدا يبدو أن هوليوود قد نجحت في تحقيق هاتريك رائع في شباك التذاكر بإطلاق ثلاثة من أفضل أفلام العام 2023 خلال الأسبوع الأخيرة إطلاق هذه الأفلام الكبيرة قد أثر إجابا على صناعة السينيما العالمية بعد فترة إغلاق طويلة بسبب جائحة كورونا فيلم مهمة مستحيلة Mission Impossible الجزء الأول من حساب الميت وهذه قائمة جديدة ستضاف لأفلام Mission Impossible لطوم كروز حقق الفيلم نجاحا كبيرا وقد تم استقباله بحماس كبير من قبل الجماهير وحقق إيرادات ضخمة في دور العرض عبر العالم كما أن فيلم باربي الذي قامت بطولته مارغو تروبي لاق استحسانا واسعا وحظي بإقبال كبير من الجماهير خاصة وأنه صاحب أكبر حملة إعلانية في التاريخ وبالطبع نأتي إلى فيلم أوبنهاينر الذي قدمه كريستوفر نولان وبطولة كيليان مورفي والذي تناول قصة مخترع القنبلة النووية بشكل مثير وفني رائع هذا الفيلم أثر اهتمام الجماهير ونال إشادة من النقاد وحقق نجاحا كبيرا لشباك التذكير إن إطلاق هذه الأفلام الكبيرة قد ساهم في شفاء صناعة السينما من أفار إغلاق دور العرض وتلك القيود الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وقد أدى ذلك إلى تحقيق إيرادات كبيرة وإعادة الحيوية لصناعة السينما مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقا للصناعة السينمائية العالمية سنخوض في تفاصيل موضوعنا هذا ولكن لنذهب أولا إلى أخبار السينما بهذا الأسبوع بداية الأخبار بتأجيل حفل توزيع جوائز الأمي لعام 2023 بسبب إضرابات هوليوود المستمر وحاليا يتم التشاور حول موعد جديد لتقديم حفل الجوائز إلا أنه من المتوقع أن يقام في يناير أي جام في 2024 دون وجود أي معلومات مؤكدة إلى الآن ولمعلوماتكم حفل جوائز الأمي هو بمثابة الأوسكار للبرامج والمسلسلات التلفزيونية نجح فيلمي باربي وأوبنهايمر في الهيمنة على صدارة شباك التذاكر العالمي بعد أقل من أسبوع من طرحهما حيث جاء فيلم الدومية الشهيرة في الصدارة محققا أكبر افتتاحيا وثمانين مليون دولار عالميا ومن المتوقع يتجاوزه نصف مليار في أقرب وقت وربما عند بث هذه الحلقة يتجاوز ذلك العدد وقال المخرج فرانسيس فورد كوبولا مخرج العراب والحائز وعلى الصعفة الذهبية مرتين بأن نجح فيلمي باربي وأوبنهايمر هو انتصار للسينما في ظل سيطرة أفلام الأجزاء والسلاسل على شباك التذاكر برايم فيديو الإعلان الرسمي للموسم الثاني من مسلسل الخيال الناجح ذوي لفطاي والذي يعود بعد تحقيقه لنسب مشاهدة عالية وقت عرضه الموسم الأول في عام 2021 وأطلقت شركة فوكس سينشوري الإعلان الرسمي لفيلم دراما والجريمة أهونتنين فينيس والذي سيستكمل مغامرات المحقق الشهير هيركيول بورا والذي يجسده كينيث برانا تدور أحداث الجزء الجديد في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث يعيش هيركيول بوارو بمدينة البندقية الإيطالية بعيدا عن الماضي ولكن حينما تقع جريمة قتل غامضة يصبح على بوارو التخلي عن تقاعده وكشف لغز الجريمة أما شبكة ديزني بلاس فأطلقت الإعلان الرسمي للموسم الثاني لمسلسل لوكي والذي ينتمي لعالم مارفل السينمائي ويدور حول شخصية لوكي الذي يجد نفسه أسيرا لسلطة تباين الوقت بعد أحداث فيلم أند غاي كما أطلقت شركة ليونز جيت الإعلان الرسمي والملسق الدعائي للجزء العاشر من السلسلة الدموية الشهيرة صنع والتي تعود تزامنا مع اقتراب مرور عشرين عاما على صدور الجزء الأول يشهدوا الجزء الجديد عودة ويبين بيل بشخصية جون كرامر والذي كانت تلك الشخصية شرارة انطلاق الأحداث في بدايات السلسلة أما عن المحاكمة الأشهر في هوليوود الحديثة بين جوني ديب وأمبر هيرد فلم تغفل عنها نتفليكس وأصدرت الإعلان الرسمي لمسلسل وثائقي جديد بعنوان ديب بارسز هيرد في ذور المسلسل حول قضية جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد بعد سلسلة من المحاكمات والفضائح للنجمين الشهرين انتهت بانتصار ديب في النهاية يصلط العمل الضوء على سلسلة من اللقطاعات داخل المحكمة والمقابلات والمشاهد المصورة وينطلق في رحلة خلف كواليس قضية ممثل جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد المخرج كريستوفر نولن الذي رشح لست وعشرين جائزة وحصل على سبع جوائز منها قرر منح جمهوره إجازة إجبارية من الترفيه الخالص ليتصدى في فيلمه الجديد لواحدة من أهم محطات البشرية وأكثرها جديد حيث يحكي بطريقته المميزة السيرة الذاتية لصانع القنبلة النووية بما احتوته من دراما عنيفة وتنقضات تفضي إلى ضحك كلبك أخوذ من النص الهندوسي بها جفا دا جيتا حيث يبدأ ببطله يصرخ الآن أصبحت الموت الآن أصبحت الموت أصبحت محطم العالم أو العوالم العمل الذي يستغرق مدة ثلاث ساعات يأخذنا في رحلة عبر حياة مخترع القنبلة النووية أوبنهاين وإلى المشروع النووي الأمريكي منهاتم الفيلم يقدم لنا رؤية إخراجية فريدة وسردا تصويريا مدهشا يجعلنا نعيش عالما كونيا مقلقا ومبهر العالمية الملتهبة التي نشهدها اليوم حيث تزداد التوترات والنزاعات في العالم يأتي هذا الفيلم في توقيته المناسب يجعلنا نفكر في أخر الحروب وصباق التسلح على كوكب الأرض بل يجعل من بيدهم بداية الحروب وإنهائها التفكر والتذكر في ذلك لكن المشهد الأكثر إثارة هو لقاء ابنهايمر بالرئيس الأمريكي هاريت رومان حيث شهدنا تبادلا مؤثرا بينهما حول مخاوف المخترع تجاه هذا السلاح الفتاك الذي قتل مئات ألاف اليوم الفيلم يصلط الضوء أيضا على لقاء تاريخي بين أوبنهايمر والعالم الشهير أينشتاين حيث قال الأخير أي أينشتاين أن الوطن الذي لا يعرف قيمتك فالأجدى أن تدير ظهرك له على الرغم من مضي أكثر من سبعين عاما على قصف هيروشيما ونجازاكي بالقنابل النووية لا يزال الخوف والتهديدات النووية تتساعد من جهات أخرى الفيلم الرائع أوبنهايمر للمخرج كريستوفر نولان لا يقتصر على إلقاء ظوء على عبورنا الأليم لحربي هيروشيما أو قنبلتي هيروشيما ونجازاكي فحسب بل يستعرض أيضا التأثير المدمر الذي ألحقته هذه الكارثة لمدينة لوسالاموس التي شهدت اختبارات نووية في قلب هذا الفيلم تبرز قصة الطفلة اليابانية صداكو المستلهمة من كتاب صداكو وطيور الكاراكي للكاتبة إلينة كوير والتي قام الكاتب بترجمتها صداكو التي أصيبت بصرفة نتيجة إطلاق القنابل النووية تلعب في حلمها بأرض فعيدة هكذا يكون هنا الفن نعم وهكذا تكون السينيما ورسائلها حيث يتجسد الأمل رغم التراجيديا الكامل ونرى ذلك بوضوح في عمل أوبنهاير فنية سينمائية يأخذنا الفيلم في رحلة عبر الزمن حيث يروي مسيرة أوبنهاير العلمية ومسيرته الشخصية أيضا وتحدياته في مهمته لوقف نازي هتلر وإنهاء الحرب العالمية الثانية بتفوق أمريكي العمل يصلت الضوء أيضا على أثر المخاطر النووية وإشعاعات القنابل النووية التي تركتها التجارب النووية في مدينة غلوس ألمونس وتأثيرها الكارثية على البشر والبيئة ونجد أن مخترع القنبلة النووية نفسه أوبنهاير هذا كان ضحية لتلك التجارب حيث أصيب بالسرطان الرئى وانقطع عن العمل يحمل تحديا إخراجيا وتصويريا رائعا يجسد نضج المخرج نولان في تقديم قصة أصيلة مليئة بالتفاصيل والتأثيرات البصرية المميزة وسنأتي إلى تفصيل غفل عنه نولان يتمتع العمل بموسيقى تصويرية مذهلة للمؤلف السويدي لودفيك جورانسون وهو المؤلف المشهور الذي عزز بالموسيقى الأجواء النفسية والتوتر في الفيلم بالإضافة إلى ذلك يشاهد الجمهور شخصية أوبنهاير من زوايا متعددة ومتناقضة شخصية عالم يتصارع مع ضميره وشخصية سياسي وعسكري يركز فقط على مصالح أمريكا وتفوقها في التسل بالرغم من كل تلك التناقضات ينجح الفيلم في إيصال نقطة محورية حول علاقتنا المضطربة مع كوكب الأرض وكيف أن هذه العلاقة في جوهرها حرب على الطبيعة بفضل أداء الممثل الرائع كيليان مورفي في دور أوبنهايمر وأداء رامي مالك في دور العالم ديفيد هيل ينجح الفيلم في جذب انتباه الجمهور وتشعر بالتعاطف مع أوبنهايمر وصراعه الداخلي ولكن التمثيل الرائع الذي أشهد به الجميع هو تمثيل روبير داوني جوني الذي يرشحه الجميع إلى جائزة الأوسكار عن أفضل دور مساعد بالمثل أبدعت أميلي بلونت التي جسدت دور زوجة أوبنهايمر وشكلت حضورا قويا ومؤثرا للمرأة في ذلك الزمن أما كيليان مورفي الذي أدى دور البطل أوبنهايمر فقد أبدع في إبراز تعقيدات شخصية من خلال لغة الجسد والعيون وهو المعروف بذلك خاصة في سلسلة بيكي بلايندرز من الممكن أنك سمعت عن الخطأ الذي وقع في الفيلم فيلم أوبنهايمر الذي يتعلق بظهور العالم الأمريكي الخاطئ في إحدى اللقطات هذا الخطأ هو أمر جدير بالاهتمام والتصحيح لأنه يتعلق برمز وطني مهم وبالتاريخ الأمريكي وفي الواقع أصلا عدد النجوم في هذا العالم كان يعكس عدد الولايات المتحدة الأمريكية المنضمة إلى الاتحاد في الوقت الذي يحدث فيه الفيلم وبالفاعل في عامي 45 تسعمائة أو ألف عدد الولايات الأمريكية كان 48 ولاية ولكن في هذه اللقطة التي ترىها الآن على الشاشة ظهر العلم وهو يحتوي على 50 نجمة وهو عدد ولايات الأمريكية بعد انضم عام ولايتي هواي وألاسكا 59 سعمائة وألف مثل هذه الأخطاء قد تكون مؤلمة للمشاهدين الذين يحملون العلم الأمريكي بمعنى خاص والتاريخ الأمريكي بمعنى عام أو بشكل عام يجب أن تكون الأفلام أفلام البيوغرافي أو الأفلام التاريخية يجب أن تكون دقيقة وموثوقة من حيث الأحداث والتفاصيل التاريخية لأنها تلعب دورا هاما في تعزيز الوعي التاريخي للجمهور من المهم أن يكون لدى الفرق المشرفة على الإنتاج السينمائي اهتماما بالتحاقق من الدقة التاريخية في المشاهد والتفاصيل الزمنية والتاريخية لتجنب مثل هذه الأخطاء الفادحة ونتعلم منهم دائما هل تتذكروا تلك العبارة التي قرأناها في البداية؟ الآن أصبحت الموت محطم العوالم وردت العبارة مشاهدين في مشهد جريء فأثار ذلك غضب الهندوس كما أصدر المفوض الإعلامي الهندي واسمه عديما هوركار أو شيء من هذا القبيل أصدر بيانا حول الفيلم قال فيه إن المشهد كان هجوما مباشرا على المعتقدات الدينية لمليار هندوسي متسامة الفيلم يتناول قصة أوبنهايمر ومشاركته كما قلنا في مشروع منهات لنقنبلة الذرية وكيف أثرت هذه القصة على مصائر البشرية والكوكب بأكمله ويتناول أيضا سؤال أهم حول الوطنية والأخلاق ومدى تأثير العلم في الحروب والتسلح باختصار مشاهدين أوبنهايمر هو فيلم يحمل رسالة فلسفية قوية حول أهمية التفكير بعمق حول تدعيات الأفعال البشرية على العالم والبشرية والطبيعة وقد قدمه المخرج نولان بشكل مثير وفني وراقن يمثل هذا الفيلم رسالة هامة لقادة الحروب والنوويين للتفكير في مسؤولياتهم وعفار أفعالهم على مصائر كوكبنا هذا وعلى الإنسانية جمعة العدد أترككم مع مشهد من فيلم آخر لممثل العبقري كريستوفر نولان في هذا المشهد من فيلم تينت سنشاهد مصاران مختلفان للزمن في مشهد واحد وفي حدث واحد بطريقة عبقرية الحدث يسير إلى الأمام ويسير إلى الخلف في مشهد واحد وفي النهاية تذكروا أن تذهبوا دائما إلى قاعة السينيما وتذكروا أن السر في التفاصيل تحية السينيما والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر